الخبر الأول الذي عاد عن استمرار التهجم على الوليد بعد أن تشاره قليلاً لقطات جديدة غير اللقطات التي حضرت لكم إياها مبارحاً ووليدا حاولت تخبيسها مثل ما رأيتنا وبالتالي تحاولت بعد عنها غير اللقطات ما مبارحاً لأغلب يقول أن المفروض لا نسكت عن الشيء الذي يحدث عمد يشجع البنات أنه لا يتاكل حقهم أن يصبح لك حالات فهذه اللقطة يا حبايا مهم أن تشاره الوليد كانت يطخها واضح أنه يطخها ويستقصد أن يطخها وهي تحاولت بعدك ويكتبونها بالكومنتات تشاركهم بهذا اللقطة والذي صار ننتقل حالياً لأحمد أبرو بصبا يا حبايا وبصور خناتهم العائلية للخمسمائة ألف متابع فإن شاء الله يلث مبروك عقبال ملايين يا رب وطبعاً تسوني يا حبايا وتتبار كلهم بالكومنتات على هذا الإنجاز وطبعاً هما نزدون برحة بخطاع أول كان بعنوان صدحة صبا وبعدين يجون أشخاص يقولوا لماذا تكتب فضيحة بالعنوان إذن في يوتيوبر نفسهم يكتبون فضيحة المهم ندرجع للسيناريو مالتنا فكتبوني يا حبايا بالكومنتات شاركهم بهذا الخبر ننتقل حالياً لأعد ميلاد اليوتيوبر يا حبايا بالنسبة لأول واحد عيد ميلاد اللي هي سيمو عيد ميلاد اليوم يا حبايا فكون عامت بخير عقبال مليون سنة يا رب وطبعاً لتسوني يا حبايا بنتعودوها بالكومنتات على عيد ميلادها أما بنتبه للشخص الثاني يا حبايا اللي هي قمر الطائي اللي نزلت هذا اللي سوري يا حبايا اللي كاتب منه عيد ميلاده بعد سبع تيام اللي هو عيد ميلاده يا حبايا بعد أسبوع فكنا عامت بخير مقدمين وكتبوني لأول كومنتات شاركهم بهذا الخبر ننتقل حالياً لأريبيوت يا حبايا وقصفة لأحمد أبو الروب أو موفلوكز فنزلت هذا اللي سوري يا حبايا بنوع المشنط بطريقة السيسائية كاتب بي يقول الشاعر الفلوس ما تسوي رجال أكيد يا حبايا يتقصد يا محمد أبو الروب ردان علي بعد المقابلة اللي طلع حاجة عليها يا معلوم فلوكز ذلك نحن نعرف منه عنده فلوس موادر صلاحكم من الكومنتات سوريكم هذا الخبر ننتقل حالياً شاهدوا سمد يا حبايا ويجب سمد تنزيلها هذا اللي سوري اللي يعلم من خلال إن شاء الله الشاهد اليوم رح تولد فأله يقومها بالسلامة يا رب طالب أنه يدعي لها فأله يقومها بالسلامة يا رب وطبعا لتسوني أحبب أن تدعو لها لأن الله يقومها بالسلامة يا رب وبس لها وصلت المقطع للمقطع جاوكم فجروا المقطع باللايكات وبس شانا يكون في هذه المقابلة للخصص أحبكم مع السلامة